توقف دام حوالي 8 سنين أو أكتر ويصبح أو تصبح العودة مرة تانية لمصر الطيران ذهابا إلى مطار معطيقة بواقع رحلة أسبوعيا بإذن الله قابلة للزيادة وده هيبقى وفقا لسياسة العرض والطلب خدمة الحركة التجارية ما بين البلدين ودي حاجة كلنا بندعمها سواء إذا كنا عندنا في مصر أو عند الجانب الليبي خلال شهرين إبريل ومايو تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي بإجمال حمولة بلغت 645 طن لمطار معطيقة بليبيا مطار معطيقة بالنسبة لي يعني ذكرى شديدة الأهمية لأنه لما سفرت ليبيا في فبراير 2017 فانزلت في مطار معطيقة هناك في الأراضي الليبية الشقيقة الحبيبة بالمناسبة يمكن كانت الظروف صعبة جدا وقتها كانت الظروف شديدة الصعوبة بل وشديدة الخطورة وعودنا مرة تانية إلى الأراضي المصرية عبر مطار معطيقة ما كانش لسه فيه طيران مصري بينزل هناك ووقتها طلعنا على طيران لأحدى الشركات الليبية اللي بيتقال دلوقتي مش عايزك تنظر إليه بس باعتباره عودة مرة تانية للطيران المصري أو شركة مصر الطيران بتحرك رحلاتها من معطيقة مصر مصر معطيقة أو مصر ليبيا المسألة أبعد من ذلك المسألة هنا معناها أنه فيه المزيد من الاستقرار وأنه كمان بدأنا نمشي فيه الإطار احنا بنتكلم هنا بقى تنشيط العملية التجارية ما بين البلدين يبقى احنا ماشيين فيه إطار بإذن الله سبحانه وتعالى فيه المزيد من الاستقرار لليبيا وبإذن الله كمان بداية ازدهار حقيقي للاقتصاد الليبي ويرجع أحلى وأقوى وأكبر من الأول بإذن الله طبعاً يا الحيازي لشركة الطيران الوطنية بتاعتنا ما فيش فيه أي كلام بس كمان ده بيخليني أفتكر أن أنا كان ليا تجربة قريبة لما كنت مسافر للعراق وكنت مسافر من مطار القاهرة اللي ما بين قصيم بنقول المطار الأديم اللي ما بقاش أديم الحقيقة خالص مطار القاهرة بتاعنا اللي كنا نعرفه بتاع الزمان أصبح زي وزي كل المطارات الكبيرة المهمة اللي موجودة في مصر أو الصلاة والقاعات المختلفة لمطار القاهرة ده من ناحية من ناحية تانية أنه حلو ومنظم وشيك ومبهج ونضيف إلى أبعد الحدود ما يقلش عن أي مطار من المطارات الدولية الكبيرة اللي في الدنيا كمان فيعني ده بيخليني هنا يمكن أنا مش فاخد زي كنت قلت الكلام ده وقتها وأنا طالع بغداد ولا لا بس حقيقي شكر حقيقي لكل الناس اللي شغال هناك بجد يعني شكر حقيقي لفريق العمل كله كله بدون أي استثناء واحد ترجمة نانسي قنقر